النائب الكويتي اش قال الفكرة اللي موصلينها هناك وين هما رايحين بهذه الاتفاقية انا احنا نعلم وانا اول من تكلم في هذا الموضوع وادري بان احنا قرارات الامة المتحدة تحميننا ولكن هناك السلوك وسوء نوايا واضح هذا الحكم بالسابق كان موجود في 2014 محكمة نفسها قالت بان هذه الاتفاقية دستورية شنو تغير اليوم الا ان هناك السلوك تغير مع جار الشمال احنا اليوم مو مطلوب بانك اننا الا الاقل تصدر بيان تطمن الكويتيين فيه مو تصريح صحفي بانك انتصلت في وزير الخارجية العراقي وتبادلت معاه يعني الاحاديث الودية هناك شعب ينتظر معلومات اسمع من جار في يوم الايام غزل كويت اسمع وفيه سلوك واضح بان هناك تحرك على الحدود اسمع اسمع نواب يطالبونك بيان تقولي والله اتصال مع وزير الخارجية وكان اتصال جيد وتبادل العلاقات الثنائية ايه المليارات ما نفعت معاهم لا تعتقد بان الكلام الطيب مع هذه المجموعة راح يكون لها نتيجة احنا اليوم كشعب نطالب اوقف 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 هذا النائب الكويتي راح يضحكم هذا النائب الكويتي راح يطلع جيفتكم هذا النائب الكويتي ايش راح يقول وسمعتش قال يقول انه المليارات اللي دفعناها لبعض السياسيين العراقيين ما نفعت معاهم اليوم دا يقول المليارات ما نفعت باتش راح يقولون الكويتيين المنطو المليارات وطبعا بينما يقولون الكويتيين المنطو المليارات يكون هدول طفره واحنا هاي مقضيها ييجي السياسي ضال اللي مسوي من أس شريف الى ان نكتشف انه حرام نلقى طافر وهاي يومية هاي الزرا طبيعا اخلا ابن الشريف اللي يبوقك ويطفر ما حد يجيبه منو حامي هذول الشرفاء اللي دا يبوقون منو حامي اللي اجا فقر ابن فقر كان قاعد يخسل مراعين بلندن واللي كان قاعد بحسيانية اللي ام تبرعات واللي كان قاعد بجامع اللي ام تبرعات ويقطهن هسه صاروا أشراف ونكتشف انه باقوا الدولة ونهزموا يقول المليارات اللي دفعتها الكويت على مود خور عبد الله واتفاقيات خور عبد الله المن ان دفعت هاي المليارات اليا ابن حرام اليوم خبر بفلوس باتشرب بلاش وفضايحكم يمي اشتركوا في القناة